وبشأن مشروع الموازنة الجديدة المطروح من الحكومة والجدل الدائر بشأنه ينضم إلينا عبر الهاتف من أسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سنة عبدالقادر دكتور سنة مرحبا بكم رغم حديث الحكومة عن الموازنة وأنها لثلاث سنوات ويقولون بأنها ستكون الأضخم منذ عام 2003 ولكن اللجنة المالية النيابية تقول أن مشروع الموازنة لم يصلها حتى هذه اللحظة برأيكم لماذا هذا التأخير لا سيما مع الجدل الدائر حول الموازنة الجديدة دكتور مشاهد خير تحياتكم جميعا وإلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائي هذا الجدل حول موازنة وحول أصول موازنة يحكس عدم الترابط بين الحكومة العراقية والبرلمان هناك كثير من أعضاء البرلمان العراقية أنه قالوا أنه الموازنة قد وصلت إلى رئاسة البرلمان لكن اللجنة النيابية لم تفتليها هذا طبعا يعكس عدم وجود تنفيق بين رئاسة البرلمان العراقي واللجنة المالية واحدة ميا بخصوص سعر برمين سواء كان تبعين أو خمسة وستين هذا يعكس لنا مسألة سعر بيع البرلمان الواحد في الأسواق العالمية الآن في الوقت الحاضر وجد انخفاض لكن قد يكون توقعاتناك بوجود ارتفاع هنا عندنا مشكلة ليس فقط مشكلة سعر بيع البرلمان الواحدة أو سعر حصول العراق على داخل نظر هنا عندنا مشكلة الاستثمار والعجز في الميزاني هناك أدت عراق وعدة أرقام تظهر متناقبة قسم يقول أنه نسبة العجز في الميزانية 25% لكن هو الواحدة 49% لو أخذنا أن الميزانية هي 130 تريليون دينار والعجز كما يقولون 64% فهو عبارة عن 49% وليس 25% هذا من الجهة من الجهة ثانية أنه مسألة بيع النفط ومسألة استغلال مداخل النفط في استثمارها في مريح اقتصادية جيدة كما كانت بالزراعة في الصناعة في الطرق المواصلات وإلى آخرين هناك رأي يقول أنه من الأفضل أن نبدأ بتقريب الاعتماد على مصادر بيع النفط العراقي يعني على مداخل وإرادات بيع النفط العراقي علينا أن نقوم بتقوية صادرات الصناعة الفترة الكميائية وعلينا كذلك أن نقوم بالتشجيع صناعات الكبريت والفوسفات وكذلك السياحة هذه كلها تدر مداخل جيدة للمواجد العراقي طيب دكتور حتى لا نغادر هذه النقطة دكتور سناء تعتقد أن موضوع تسعير برميل النفط بسبعين دولار وبالتالي تثبيتها لثلاث سنوات تعتقد أنه يعتمد على معايير علمية هل جربت هذه الخاصية في دول أخرى دكتور سناء طبعا هو المفروض لماذا نقول لدينا اقتصاديين ولدينا لجان مالية متعددة في كافة الوزارة المفروض أن تكون لدينا دراسة علمية لهذا الموضوع لماذا نقول لدينا عدد لجان ولدينا عدد مستشاريين في بدل من ما هو مطاعون من العراق إذن يجب أن تكون هناك دراسة كما هو موجود في بقية الدول العالم قبل أن تضع الميزاني هذا من جهة من جهة تانية أن وضع ميزاني لثلاث سنوات ممكن وكما يقولون أنه سوف تتم بالدرجة الأولى هو الاعتباس على ميزاني السنة الأولى يعني 2023 نعم أما بقي في السنة 24-25 فيعبادها عند مقترحات يعني علينا أن نقوم بتنفيذ ميزانية 2023 بالدرجة الأولى نعم دكتور سناء الحكومة تعهدت بتعظيم الإيرادات لسد حاجة البلاد من ثم سد العجز المتراكم على الموازنات المتعاقبة ولكن السؤال المطروح هنا هل هناك فرصة للحكومة في ذلك غير فرض مزيد من الضرائب؟ نعم كما قلت على نقابل قليل أنه هو تشجيع صادرات الصناعات البتروكيميائية لأنها تدور أرباح جيدة واخدار تشجيع السياعة وتشجيع صناعة الكدريج والفوسفات والمجرى هذه الصناعات موجودة عندنا وحتى أنه لو نأخذ فرض التجربة دول الخليج العربي أنه لا نحتاج إلى 30% على مداخل النفط من بيع النفط طيب لماذا نقوم بهذه الخطوة؟ هذا من جهة من جهة تانية الاستثمار يجب أن يكون فيه مشاريع اقتصادية جيدة هذا من جهة لكن من جهة تانية عن علينا أن نفكر بعملية الفساد لأن هناك الكبير من المشاريع الاقتصادية التي تم صرف وتعيين مبالغ استثمارية جديدة من الموازنة الاقتصادية للعراق لكن لازالت متلقية ومشبتها كبيرة التلقه نعم رشبت تجيب بالمئة أربعين بالمئة نعم من أسلو الخبير الاقتصادي العراقية الدكتور سنة عبدالقادر شكرا جزيلا لكم ملت نعم أن تنسوا